موسيقى قصة سمسارة كنت أعرف سيدة سمسارة لم أكن أعرف سيدة سمسارة المهم جثت من مرايلا أخبرتني هي وزوجها أخبرتني توركيا أخبرتني خطبة تماكني غلقت الحال من بعد مشيت لعندو أبقيت كان عاني قلت لأختي هذا الشي أنا مانقدرش نصبر ليه ما فهمت له غلطة شي حاجة تقول لي يعني المشاكي اللعن في الزف دي الحواج غير الصوار بيني وبينو يعني ما كان عرفوه ما كيعرفني متى شي حاجة المشيان اللي عطيتها هو اللي يعطاها الزوج وعطاها الفلوس قال لها صفتي هالسيدة اللي غنزوج بيها قلت له أخا وما صفت لي حتى شي ريال أنا تلفت وتكلفت باش درت الباسبور باش جمعت الورايقات وجات من المرايا وطلعت عندها أنا الكازا ومشيت أنا وياها بشينا التوركيا كما قلت لكم درنا وحد الخطوبة صافي قال لي غادي تبشي معي دفعنا الورق المهم قد وحد جو سيمانة ويخرج لي الكاغيط يعني مشاكي اليومي اللعن كان قل له أختي أنا هاتش ما ما قدرت شالي قلت لي الله غي صبري وانتي غي ما بفهمش اللغة وانتي غي هادي وانتي هادي كان قل له هالأختي بغي ترجع بحالي قلت لي واش انتي عندك ثلاثة المليون باش غادي ترجعي قلت لا أنا اخترا ما عنديش هاتش هذا اها هي هاديك أخويا المهم دوس ديك شهرين تلت شهور العداب العنف المشاكيل ما قدرش نتبردك المشاكيل كاملة ما قدرش نتحملها ما شهر من الزوج من الأم ديال واخته اه فضار وحدة اه مني كان قل له اخرج ديلي يا ضاري بوحدة يقول لك لا انا نهار الاول قلت للسيدة اللي جابتك غتعي شي مع امي ومع اختي وانا السيدة كذبت عليا قلت لي لا غادي وزي غي واحد دي الفطرة وغادي يمشي يكريلك وهادك الشي ما كانش منه غي الكدوب في الكدوب وهي يقول كما قلتكم شد الفلوس وانا ما يعني ما فهمت تي شي حاجة العائلة الزوج ديالي كيقول كنت يا راكي قابطها الفلوس وانا ما كان فهمش منه كنقولها طر جميل ايش كيقوله كتقول يا راكي يهضروا معك انتي ما كتفهميت تي شي حاجة هي هاديك دوس معامو حد الفطرة تقريبا شي عام وخرج كرالية يعني نفس المشكل ما كانش البادل يعني الام دياله دائما هيا معايا يعني اي حاجة نبغي نديرها بشوار الام دياله معروض ما نمشيش بالسبوطر وانزيدكم واحد القادية نهار الزوج ديالي تذهب ما لقيهش حقيقي لقيت غيه دياله بلاقيه ها لقيت غيه دياله ذك شي ماشي حقيقي الا نهار ديال العرس نهار ديال العرس تعطوني ذك شي يعني ماشي حقيقي الا ما يديرش العرس انا ما درت هشي حاجة هنا كل شي درناها فتركيا يعني مشيت أنا بوحدتي ما مشيت معي لعائلة لتشي واحد مغير ذيك السيدة اللي بنتكازها هي والزوج ديالها هما اللي مشوا معي فقد هي اللي مكلفة بكل شي وهي عارفة ذاك شيراه كل شي غير كدوب فكدوب بتشي حاجة ماي حقيقية أنا ما فهمها لغلقة تشي حاجة فيما زيدوني كان زيد معهم يعني بقيت صابرة بقيت صابرة خرجت حبلت بهالوليد هذا اللي عنده عام ونص يعني خسرت الفلوس من عندي أنا باش حملت ما هو ما كان لباقي لا يعني ما باقيش ما عنده غرض في الولاد يا ولدتي يا مولدتيش رك عارف حنا المغاربة ضار ولي كيقولك اللي واخس كيت صبري ومشيت زوجي البارح ولي يوم ما تطلقي وانا ما عندي لأب لتشي واحد وعدنا احنا عيب اللي يطلق الموهم بقيت صابرة وليت هاد الوليد هذا الموهم واللي ترجعت المغرب يعني غير العائلة وخما في حالو مش قطعوا لي باش جيت شفتهم عاوة ثاني ولي ترجعت العنف العنف والأم دي كتقول يا بنتي صبري ما عندك لاباك لما عندك تشي واحد لغي عونك خويا اللي كان مسكندة برعة توفى ديشي تلتشور يعني كان مارض مارض صارة طال ما عندي شي واحد لغي يوقف معايا تشي واحد كيما قلت لكم أنا باش غادي نخدام ولا باش غادي نمشي ما كايش أنا اللي يديري معلوم لعائلة دياني ما تقبلش هات الشي هذا ما تقبلوها الصراحة ما تقبلوهاش وما لقدش اخويا الباديل يعني يعني الانسان كيكون خدامه واتقارت يقول الله هما نمشي يعني نبدل كما كنقولو حي طب حي تساعنا ما كايش الباديل ما كايش آه هجرة يعني هجرة يعني غيم سورة رح تلاصي في العافية ومن بعدها ندبها هذا ما عرفت تشي حاجة ما عرفها يا أخويا والو يعني غيم قدمها ما قاريا متشي حاجة غيم قدمها وصافي بان هذهأany وكرتلان عائلة دياللي launcher وقالوا ه προيقوموا هها ت pianberger طبقي الشي được ستواجد له علمPERة واحدة اخر وطربته معالك شكيل واحدة اخر يشة واحدة اخرية يعني هو وقنده لا يوجد ريجلة النفصل والبطبهم زكاعي يستحروا دراسل لبطي الخدمات والم دياللي اي حاجة أخبرها لتحكم يا أم دياللي اي حاجةthms يديرها sai تصبح الام دياللي يعني ما كان ش البادتل معي جديد أن يأتي لأنني لم أفقق أشغط أسوار العرض لأنني لم أفققهم، لم أفققوا صبرة وأنني لم تود مجددا، لأنني لم أفققواah ولم يكون أفققاهم وأنني أفققواه لقد قلت لك الناس الذين يتفرضوني هنا في المغرب وقد قطعوا لي الطيارة ودخلت أنا والولدي لقد قلت لأخذ ما لساك لا تتشي حاجة لقد قلت لأخذ ما عنديش من غادي يجيني وقلت لأخذ ما قلت لك كما قلت لك كان شخوية توفة أراه والدي مع مروم يدخل المغرب حيث ماشي مرة ماشي يجوش تخاصمت معهم وجت لهم البوليس مما وضربوني وجت لهم البوليس لقد قلت لهم جيين عزي ورجع يعني غير الأم ديالي وخوتي اللي عندهم الخبار أما العائلة ديالي أخرى ما عندهم شخبار يعني إحنا عدنا عيب المرض تطلق في العائلة عدنا عيب إحنا أمني جيتها أخوية ما كيش أخوتي اللي مساكن هذا كل واحد دا يرجع لقد الحال